بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي ولكن بما أنك سألتني السائل له حق فأقول الولادة ولدت في بلدة الشماسية بشرقي القصيم حمى 1354 للذجرة ونشأت فيها نشأة الأولى قرأت في الكتاب على إمام إجامع في ذات الوقت حمود بن سليمان السلال رحمه الله وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجودا للقرآن فقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا ثم تعلمت عليه الخط فأصبحت قارئا كاتبا ولله الحمد وكان في ذاق الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب ما عدا إمام المسجد ونفرا قليلا من المتعلمين ثم في سنة 1368 في شهري في شهري ذي الحجة في شهري ذي الحجة فتحت المدرسة الابتدائية الشماسية فكنت من أول الملتحقين فيها فأتمنت تعلم القرآن بالتجويد وتعلم الخط والحساب حتى وصلت إلى المستوى السنة الثالثة الابتدائية ثم أشار علي مدير المدرسة هنا ذاك الأستاذ محمد بن سليمان المقدر رحمه الله أنا أتحق بالسنة السادسة الابتدائية في المدرسة البيصلية في بورايدة وقال إن بقاءك في هذه المدرسة يعوقك كهيرا فقبلت المشورة واتحقت في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي فأنتحق في السادسة وأعانى الله سبحانه وتعالى فتخرجت منها ونلت الشهادة الابتدائية في عام 1371 يعني مدرسة المشيخ الخامسة هو الرابعة هذا يسمونها القافز قفز لأنني بحكم أني متعلم من قبل فتح المدرسة الكتابة والقرآن وعند مصالعات في ختب وكان عني نوعا من الحصيلة فأعانى الله سبحانه وتعالى واتحقت في السنة السادسة قافزا من السنة السادسة الابتدائي تخرجت منها بتفوق ولله الحمد في عام 1371 للهجرة تعينت بعد عام مدرسة في نفس المدرسة مدرسة بلدي أدرست سنتين يعني مدرسة نشماسية أو بتنصرية لا لا نشماسية نعم نشماسية المدرسة التي بدأت الدراسة فيها والبلد الذي نشأت فيه ففي سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بورايدح فكنت من أول المسحقين فيه وتركت التدريب في الابتدائي فأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق ولله الحمد تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوية المتضمنة طبعا للمتوسط كان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله العالم المشهور صاحب الرحلات الأمين العام الآن المساعد لرابقة العالم الإسلامي وكان من زملائي عدد كثير كان منهم عدد كثير أبرز الكتب التي كنتم تدرسونها عن ذاك درسنا الكتب المقررة في النحو النحو الواضح للشيخ علي الجارم في السنتين الثانية في السنتين الأولى والثانية السنة الثالثة وما بعدها درسنا الألفية ألفية ابن مالك حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد وبالنسبة للمدرسين أنا ذاك هذا بالنسبة للمحو بالنسبة للفق درسنا جادي المستقنع على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيسي رحمه الله وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية على نفس الشيخ رحمه الله وقرأنا في ثقية العلوم الحديث والتفسير والبلاغة والأجب على الأساتذة المصريين المنتدبين للتدريس في هذا المعهد آنذاك نعم نعم بارك الله فيكم وعد ذلك أنت سألت سؤالا عن المدرسين المدرسون الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لكم على رأسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيسي رحمه الله والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيدي رحمه الله الشيخ علي شباط الأزهري في النحو والبقية لا تحورني أسمعهم من كثرتهم وأيضا لأنهم لا يستمرون يدرس في الواحد السنة ثم يذهب ويأتي آخر وهكذا لكن الذين داومنا معهم هم أولاك الثلاثة نعم هل تذكر من زملائكم أحد الآن يا شيخ؟ والله يذكر منهم الأحياء وأموات رحمه الله يذكر منهم الشيخ سليمان العبودي أخى الشيخ محمد الناصر العبودي وقد توفي رحمه الله الشيخ سلطان العرفة أيضا توفي رحمه الله الشيخ إبراهيم الدباسي الأستاذ المعروف حفظه الله بقية يعني زملاء لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن الجرالله قابل تمييز في مكة الشيخ صالح القرعاوي رحمه الله قابل تمييز في مكة وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون وبعد أن حصلتم على الشهادة الثانوية من معهد بريدة إلى أين اتجهتم حفظكم الله؟ تجاهنا إلى الرياض لأنه ليس هناك كلية نواصل فيها الدراسة في ذاك الوقت يتخصصين إلا كلية الشريعة أو كلية اللغة في الرياض هما الكليتان الوحيدتان في رئاسة خاصة أما رئاسة الكليات والمعاني في رئاسة المشاعر الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن براهيم رحمهم الله جميعا تحقته كلية الشريعة في سنة 1308 وستمرت الدراسة فيها إلى عام 1381 وقبل التخرج احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا من السنة الرابعة في معهد قبل أن نكمل فدرست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة أدرس وأدرست هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام 1381 نعم بارك الله فيكم أيضا لو سألنا عن الدراسة الكلية في كلية الشريعة ومن كان من زملائكم أو من المدرسين حسبكم الله أدركنا فيها مشاهيخ أجلة درسنا عليهم من أهل نجد منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله الشيخ عبد الله بن صالح الخليطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المشهور صاحب أبواء البيان هؤلاء والشيخ عبد الرزاق عفيقي رحمه الله هؤلاء من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من مات منهم وغفق وحفظ من بقي منهم أذنى عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير وعلوم اللغة نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح عبد الفوزان الفوزان تتحدثون أيضا عن مرحلة الطلب أنذاك في ذلك الوقت كيف كانت كيف كان الحصول على الكتب كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت أما الحصول على الكتب فولاة الأمور حفظهم الله وفروها لنا يطبعونها ويوزعونها علينا بالمجان بل ويعطوننا مراجع أيضا زائدة عليها للتوسع في المطالعة والثقافة تصعف لنا من المستوذى الحام فالكتب كانت موفرة ولله الحمد وججى الله عننا ولا تأمورنا حير الجزاء وأما وقت الدراسة فكان ذاك الوقت وقت الصفة ما فيه مكدرات ما فيه فضائيات ما فيه شواغل وكنا متفرغين للدراسة وكل وقتنا للدراسة الدراسة في النهار في الكلية والدراسة في الليل للمراجعة وليس عندنا شواغي أبدا إلا الدراسة وكنا موفرين الوقت على الدراسة في الليل والنهار حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التقرج بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت ما عممت الكهرباء على الرياضة كنا ندرس على على السرج العادية فبقيت وأدرس للمعهد وأدرس على طبيعة تيس الأول حتى أكملت دراسة في هذه السنة ولله العمد بتفوق ودرست المعهد بعد تخرجي من الكلية سنة ثانية يعني درست المعهد العلمي سنتين سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد واستمر التدريس بكلية الشريعة إلى عام 1395 تقريبا 1395 تقريبا فتحت الدراسات العليا تحولت الكليات إلى جامعة كما لا يخطاكم جامعة الإمام فتح هذه الدراسات العليا فأخذت للتدريس في الدراسات العليا من كلية الشريعة ثم إني نقلت إلى التدريس في المعهد العالي للقضاء ثم نقلت من التدريس إلى إدارة المعهد العالي للقضاء ثم لما تمت مدة الإدارة أن مدة الإدارة هي على فترة كل فترة ثلاث سنوات فأكملت في ست سنين في إدارة المعهد العالي للقضاء ثم خدت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء ثم نقلوني إلى دار الإفتاء عضوا في في اللجنة الدائمة وعضوا في هيئة كبار العلماء ولا أزال على رأس العمل والحمد لله عم كم تم تعيينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء هي تقريبا 1407 نعم بالنسبة لدراستكم في الماجستير ما هو كان عنوان الرسالة الرسالة كانت في الفرائض عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفراضية وهي رسالة مطبوعة الحمد لله وبالنسبة للدكتوراه الدكتوراه أيضا في نفس التخصص في الفقر سجلته في العطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة وهي رسالة مطبوعة الآن والحمد لله نعم بارك الله فيكم بحلها علمية وعملية موفقة بإذن الله وتعالى ونسى الله سبحانه وتعالى نجعل ذلك بموزني حسناتكم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في ليالي رمضان ويأتي هذا اللقاء هذا الشهر الفضيل المبارك كيف كان يمر عليكم أثناء دراستكم وأثناء أيضا طلبكم العلم وكيف كانت أحوال الشباب أنا ذات في رمضان كنا في أول الدراسة فانتهي الدراسة في بداية شعباء ويكون رمضان في العطلة هذا في أول الدراسة الابتدائية والمعهد وفي آخر سنة سنة المعهد سنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة وكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعاد حام 1377 هذه اول سنة درسنا في رمضان ومتى كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان بعد الفجر بعد الفجر وننتهي قبل الظهر وكان وقت النشاف ووقت البراد ونرتاح بعد الظهر الى العصر فكان لا صعوبة في الدراسة لان نبدأ مبكري وننتهي مبكري وليس فيه سهر وليس فيه سهر نعم فكان ذاك الوقت يعني الدراسة مع الصيام متوائمة جدا كنتم تقضي من تلك العيام في شهر رمضان الموارد سواء كانت الليالي او في النهار انا بعد ما تخرج وانتهيت من مشغلة الدروس والمذاكرة وحين ذاك اقبلت على حفظ القرآن ولله الحمد فحفظته في سنتين تقريبا والحمد لله وكنت في العطلة في العطلة من يوم كنت في الطلب وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود لتتسع العلوم والاطلاع فأجد في ذلك لذة ولله الحمد فكنت أسره وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعة الحرة وكان أكثر قراءتي في العقائد وفي الفقر نعم لو نقلت لنا مع الشيخ صالح صورة من صور المجتمع أنذاك في شهر رمضان المبارك كيف كانوا يستقبلون رمضان كيف كانوا يعيشون أن يعمل ويتبادلون التهاني بقدومه والله كما ذكرت لكم كان في ذاك الوقت من فتح على الناس باب التجارة الباهثة الآن التي أشعلت أكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا من كانت تجارها معتدلة يعني كانت تجارة معتدلة وكانوا قانعين في ما يحصلون عليه من الربح ومن المال وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا إنترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت اللهم إلا الإذاع عند بعضهم ما كلهم أيضا يستعمل الإذاع فكانوا في فراغ في وقتهم وفي بالهم وأفكارهم وكانوا إلى أقبر رمضان يستقبلونه بالبشر والصغور وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويخ والتهجب في آخر رمضان ولا يسركون من الصلاة شيئا مع الإمام إذا رأيتهم في التراويخ أو في التهجد تظنهم في الفريضة الصلاة الفريضة لا يتحلف أحد من جماعة المسجد وكانوا في النهار يسلون القرآن من حين يصلون الفجر يقرؤون القرآن إلى أن ترتفع الشمس والمساجد ملأة ولها دوي بقراءة القرآن ثم ينصرفون وينامون قليلا يرتاحون ثم يذهبون إلى أعمالهم ثم يذهبون إلى أعمالهم يأتون وقت الظهر ويبثرون للمسجد ويقرؤون القرآن ثم ينامون بعد الظهر ثم بعد العصر يقرؤون القرآن من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس هكذا كان دأبهم المساجد دائما ملأة بالشباب وبالشيوخ والكبار كانوا يملؤون المسجد ولهم دوي بقراءة القرآن قد لا تجلت مكانا في المسجد نعم بارك الله فيكم عودا على بدوى الحديث عن إنتاجكم العلمي ومؤلفاتكم بارك الله فيكم لكم مؤلفات ويعرفها الكثير ولكن تذكيرا ببعض منها والأهم منها وكذلك نشاطكم الإعلامي حفظكم الله وكيف ترى أهمية المشاركة الإعلامية سواء كانت في الصفة أو في الإداءة المؤلفات أنا ما كان لهوا بالمؤلفات لأني أرى أني دون ذلك ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب للتأليف منها أولا أني كلفت بوضع مناهج بتأليف كتب لمناهج الدراسة يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعهد العلمية في الفقه وفي التوحيد ثم أيضا صار لي برامج في الإذاعة برامج في الإذاعة فمثلا شرحته كتاب زاد المستقنع في الإذاعة وأضوى على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية على المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيدة وأيضا قمت بإعداد برنامج في الإذاعة في الفقه عموما يعني لا بكتاب مخصص اسمه من الفقه الإسلامي فكتبت فيه حتى أنهيت الفن فتكون من ذلك كتب فرغت من الأشيطة مثل الملخص الفقهي ومثل أضوى من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ومثل شرح زاد المستقنع كلها طبعت ولله الحمد ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ لوسف القرضاوي الإعلام بناقض كتاب الحلال والحرام هذا لفته تعليفا وقراته على سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتهديبه في الكتاب وبقية الكتب من هذا النمط إنما قد تكون برنامج في إذاعة أو منهجا دراسيا أو ردا على شبهات أو نحو ذلك نعم كذلك كان لي دروس ولله الحمد في المسجد وكانت تسجل فيها شرطة ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيرا فيفرغونها ويكتبونها فأطلع عليها وأهذبها ثم تطبع هذا هو يعني سبب ما يسمى بالتاليف نعم بارك الله فيكم رحلة عملية وعلمية موفقة بالله تعالى نسى الله سبحانه وتعالى ننفع بها الإسلام والمسلمين حقيقة معالي الشيخ نحن في ختام هذه الحلقة فلعلكم تودون أن تودون رسالة للشباب للمحافظة على الوقت وخاصة في شهر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حذبكم الله والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم الشباب في الحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى تعتمد عليهم الأمة لأنهم هم الذين يخلقون آباءهم ويقومون بالواجب بعد آبائهم لأن هذه الدنيا أجيال يذهب جيل ويأتي جيل والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلف خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين بتعلم العلم وتعليمه بالمحافظة عليه بالجهاد في سبيل الله في جميع نواحي أمور الدين والدنيا فالشباب هم العدة التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم فعليهم أن يطرحوا الكسر وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم بالاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم للقيام بالمسؤولية عليهم أن يقبلوا على التعلم سواء كان التعلم في المدارس والدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتبكون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكار سية يغسلون أدميرتهم ويملؤونها بالأفكار الخديثة كالتكفير وغير ذلك أو النقيض من ذلك بالإرحاد وبغض الإسلام كما هو معروف الآن من بعض الشباب وأن ينزموا طريق الوسط وطريق الاعتداد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله وليعلم الشباب بالذات شباب المسلمين أنهم مستهدفون من الداخل والخارج لأجل فساد أفكارهم وتحميلهم أفكارا سيئة ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد أولاة أمورهم عليه من يحذروا من هذا آية الحذر نعم